السلام عليكم اهلا احبتي في الله كامل مشاهدي الكرام نرحب بكم في قناتكم في عائلتكم حالا الجزائرية للتدويب الآشب اليوم رايح نعطيكم وصفة رهيبة روعة مذهلة نتيجتها فعالة بقوة كبيرة رهام جربة مني انا شخصيا استعملتها لان حكمني قلق وارتباك وتوتر عندي توأم رايحين يجوزوا السيزيا من شاء الله بإذن الله تعالى ضد القلق والتوتر والانفعال حتى الغفايان يعني اللي عندهم كما نقولو كولقا فليستوما اضطراب المعدة نخلكم مع الوصفة ونكمل معكم بإذن الله نبدأ وبسم الله وصلة وسلام على رسول الله عندنا ربطة كمية يعني ربطة مليحة لبس بها من النعنى يكون خاش أخضر اللي ما عندهاش معاليه تعمل ليابس نشلوها مليح من الغبار عن طريق المياه نوضعوها في الإبريق التيعنا ولا تعملوها في كسرونة ولا كما حبيته نضيفو عليها ملعقتين كبار من البابونج اللي هو الكامومي ملعقتين كبار من البابونج أيضا ندخلصو من الغبار عن طريق المياه ونروح من ملعقتين صغيرة حتى الأربعة ملاعق من الينسون اللي هي حبة حلاوة الينسون أو حبة الحلاوة اللي نعملوها في الخبز التيعنا من الأفضل تعملو أربع ملاعق صغيرة من الينسون أو حبة حلاوة ودين جد صغيرة من القرفة اللي هي الدرسين القرفة أو عود صغير من القرفة يعطي ذوق هذي راهي تيزانة رايش يعني شيء وفي نفس الوقت تعالج القلق والتوتر وإثارة بالمعدة يعني شتوكي تبدأ تعصر هكذا كيفاش تدير وتحكم القلقة مفيدة جدا مذهلة الشربو قدمة تقدو قدمة تقدرو راهي روعة ما شاء الله خاصة يعني قبل النوم وترقد تعمل النوم العامق إذن تمشي الدورة الدوماوية ممنوع على المرأة الحامل إلا إذا كنتي في شهرك التاسع راني كتبت فوق لا فيديو المهم تكبوا وتصبوا عليها الماسخون مغلي لدرجة مئة بالمئة بعد ذلك نحطوها نعملو الغطيوان ونحطوها فوق النار لمدة دقيقتين لا أكثر دقيقتين ثلاثة لا أكثر ونخلوها تريح لمدة عشر دقائق نحرك الإبريقة تعنا ونصب في الكاس بعد ما نصب في الكاس نعاود نرجعه للإبريقة تعنا غير باش تتخلط كل المكونات والزويد تتعاود تهبطنا لتحتها ونعاود ونفرغه يعني نعاود ونشغل نخلطوه كي نصبوه في الكاس تعنا ولي الفنجة نعاود ونرجعوه للإبريقة تعنا ونعاود ونصبوه ونصكرو اللي عندها من الأحسن ننصح بالعسل الطبيعي مذهلة وفيها فوائد ما عندكش حادي ديري السكور وتشرب سخونة ماشي بارتة سخونة شوية ماشي سخونة سخونة حتى تحرق يعني فوق الدافية هنا نمرو لي عام عندكم الأولاد التي حكموا للأحفاد ولا يجوزوا الامتحانات أي امتحان للي عندهم زبيب تكون كمية الزبيب الأسود كثيرة من الزبيب الأصفر وكمية من الجوز نحمصه غير شوية يعني حاجة قليلة في الفرن نشعله من الفوق ونقلبوه بيدنا غير يولي بني فاتح يعطي قرمشة ويعطي ذوق وتزيد تتخرج كامل الزيوت تاعه ونقطعوه هكذا كما راكم تشوفوا يعني نكسروه فوق الزبيب الأسود أو العنب المجفف الأسود والأصفر شوفوا العنب الأسود يحفز للحفظ ويسرع الحفظ والجوز يعمل ذكاء يعني يقوي الذاكرة وينشط الذاكرة شوفوا روعة جربوها الأولادكم ودعووا لي مع السلامة في أمان الله